احتفلت شؤون الجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي يصادفه 26 من يناير من كل عام بحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك وأكد رئيس الجمارك الحرص على الاحتفال بهذا المناسبة بشكل سنوي تأكيدا على أهمية دعم ضباط الجمارك لما يقومون به من دور هام بالمساهمة في بناء مستقبل زاهر والسعي الحثيث نحو تذليل كافة الصعوبات لنشر الوعي الجمركي وغرس روح الاعتزاز الوظيفي لدى منتسب الجمارك وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الفعاليات المتنوعة على مدار العام بطابع جمركي توعوي ثقافي وترفيهي للمساهمة في تحسين كافة ظروف المحيطة وذلك من خلال مسايرة الطفرة التكنولوجية وأنماط الحياة المتجددة وشدد رئيس الجمارك على ضرورة تعلم الجيل القادم ثقافة منظمة الجمارك العالمية وفهم القيم التي تربط الموظفين في بيئة العمل الجمركي مؤكدا على سعي شؤون الجمارك الدائم لمواصلة الجهود نحو تطوير الخدمات المقدمة للمخلصين الجمركيين وبما يسهم في دعم التجارة والحركة الاقتصادية والنهوض بالمملكة نحو بلوغ أفضل المراكز التنافسية العالمية اشتركوا في القناة